سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نعنكم سوما والنهار ده معانا فيديو جديد وزي ما انتو شايفين النهار ده هنعمل مع بعض اللزبونش كيك الهايل الجامد الفضيع جدا ده آآ طبعا طريقة سهلة جدا جدا ولا الحوجة بقى اللزبونش الجاهز ولا اي حاجة هنعمله في البيت بالنظافة وبسهولة وبكل حاجة يلا نبدأ باسم الله ونقول الا بتاعتنا يا جماعة النهار ده هتكون بلجروم طيب هيبقى معايا ربع كيلو من الدقيق هاخد منه معلقتين كبار دقيق وهحط بداله ككاو ربع كيلو من الدقيق هاخد منهم معلقتين كبار من الدقيق وهحط بدالهم معلقتين كوبار كاكاو. معايا معلقة ممسوحة من المحسن الجل. طبعا هتلاقي عند اي عطار. معايا كمان خمس بيضات. معايا كمان رشة من الفانيليا او تلات اكياس. معايا كمان ميت جرام من المياه. ميتين جرام من السكر. معايا كمان خمسة وتلاتين جرام من النشا. ومعايا زي ما اتفقنا معلقة صغيرة مليانة بيكنج بودر. دي كده كل المقادير اللي معايا. هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجة هحط كده المعلقة كبيرة صغيرة مليانة من البيكنج بودر. على الدقيق المنخول كويس هو والكاكاو. وهنزل عليهم بباقي المقادير بتاعتي كلها مرة واحدة. متين وتلاتين جرام من الدقيق عشرين جرام من الكاكاو. ميت جرام من المياه. متين جرام من السكر. خمسة وتلاتين جرام من النشا. خمس بيضات زرة فانيليا. معلقة كبيرة مش مليانة محسن. جل. معلقة صغيرة مليانة بيكنج بودر. وكل الكلام دوت هعمل فيه اي دلوقتي هنبتزي ان احنا نجيب مضرب كهرباء مش هينفع ابدا مضرب من العادي يعني علشان ما تتعبش نفسك عالفاضي الكيكة بتاعتنا هتبقى محتاجة هوا كتير قوي فانت مش تعرفي توصلي الليمت الهوا دوت بايدك ايدك هتوجاك عالفاضي فافضل حاجة لها هي هتكون المضرب الكهرباء هنديله الاول كده زي ماك شايفين ضربة كده خفيفة وبعد كده هبتزي ان انا اجيب بقى ايه كل الحاجات اللي هي مترصبة تحت بمعلاقة كده علشان خاطر كل المقونات بتاعتي تدخل في قلب بعضها طيب ياسومة المقادير دي حلوة جدا بس انا ما عنديش محسن جل فانا هعملها بقى من غير محسن لأ طبعا مش هينفع هتطلع معاكي كيكة عادية زي بتاعت الشاي لكن مش هتطلع ابدا معاكي زبونش خالص خالص فلازم المحسن وعلى فكرة مش غالي لو اشتريتي مثلا بخمسة جنيه عشرة جنيه من عند اي عطار هيقعد معاكي فترة كبيرة جدا طبعا انا كنت ناسية بس الفانيليا فابتديت ان انا حطها معاكو اهو مش هتفرق خالص اهو انا حطيت كده اربع اكياس خمس اكياس زي ما تحبي بس ما تقطريش الفانيليا علشان خاطر ما تمررش طبعا الاكياس دي مش مليانة فيها كمية فانيليا صغيرة فانا عملت منها اربع اكياس لاني حطة خمس بيضات زي ما انت شايفين كده هبتدي ان انا اضرب كويس جدا الخمس بيضات يا جماعة بتوعي صغيرين انت لو عندك البيض كبير وحجمه كبير اللي هو بيبقى في الاسواق دوت حجمه كبير كده وحلو هتبتدي ان انت تضيفي اربع بس الحجم البيض عندي كان صغير فانا يعني حسيت ان اربع بيضات هيكونوا قليلين قوي فانا حطيت خمس بيضات خمس بيضات حجمهم وسط او صغيرين لكن لو الحجم البيض كبير هتحتاجي اربع بس زي ما انت شايفين هنبتدي نضرب وهنفضل نضرب فيه ضربه متواصل تقريبا عشر دقايق هو كده ابتدى ان هو يعمل يعمل فوم ويعلى مش هي دي الخطوة ابدا اللي انا عايزاها انا عايزا يبقى عامل قوامه يا جماعة زي الكريم شانتيه شفتي كده لما بيضربي الكريم شانتيه وبيبقى تقيل كده ومتماسك معاك ولازم بيعمل كده منقار هو ده بالضبط اللي انا عايزاه هبتدي ان انا اوريكو ادي يا جماعة القوام اللي انا بقولكو عليه ان هي لازم تعمل معايا زي الكريمة او يكون القوام كسيف وتقيل ويعمل كده منقار في المضرب هبتدي بقى ان انا اضرب كده المضرب على الفاضي علشان ينزل اي كمية كيك فيه او عجينة الكيك يعني وبعد كده هبتدي ان انا الم بقى كل الكلام دوت وهبتدي ان انا في الوقت ده هسخن الفرن الفرن مش هينفع ان احنا نشعواته جامد قوي من اول ما نبدأ في الكيكة لان الكيكة بتاخد مثلا عشر دقيق ربع ساعة ضرب هتكون كده درجة الحرارة زيادة جدا على الكيك لو جيت دخلته فمش هينفع خالص عايز اقولكو ان معايا صينية مقاس عشرين اه هاسهلكو اوريكو ازاي تعرفوا مقاس الصينية او الحلة هي دي حلة الامونيوم عندي بس مقاسها مظبوط يعني اهو يا جماعة عشرين على اي مصطرة بتاعت ولادك هتعرفي ان انت تقيسي سواء صينية سواء حلة اي حاجة بتاخدي المحيط بتاعها وبتقيسيه بالمصطرة عادي جدا بتعرفي هي مقاسها كام لو مش مكتوب عليها من ورا وبعد كده هبتدي بقى ان انا اقص كده ورقة زبدة علشان احطها في ارضية الحلة او الصينية بتاعتي طبعا انا استخدمت الحلة دي لان الحطام بتاعتها عالية وطبعا هو ده المطلوب في الكيكة بتاعت السبونش ويعني من حصن حظي ان عندي طقم الحلل دوت الحطام بتاعته متسوية مش حتة يعني مليانة وحتة رفيعة فبينفع معايا جدا في الكيكات وكمان في الكيكة السبونش والحاجات اللي هي بتحتاج مسافة عالية علشان ترفع فزي ما انت شايفين كده انا نزلت الكمية كلها هبتدي بقى ان انا اساوي الوش بتاعي وهبتدي ان انا ارزحها مرتين تلاتة كده على الارضية او على الرخامة علشان خاطر تتساوى واي فراغات فيها تبتدي ان هي تطلع على الوش وتتسرب يعني ما بقاش بعد ما تستوي اجي اشوفها الاقيها مفرغة من جوه وفيها حتة مفتحة بسبب ان انا مخبطهاش الخططين اللي هما في نهاية ما بنزل كل الكمية زي ما قلتلكو الفرن مش هينفع نسخنه من بدر قوي علشان الكيكة بتاعتك ما تدخلش تحسسك ان هي استوت وتشم رحتها وتبتدي ان هي تبقى شكلها من بره مستوية واول ما تطفي عليها تلاقيها لسه نية وهبطت معاك فلازم يكون الوقت كده مظبوط قبل ما تدخليها بس بخمس دقايق تسخني الفرن بتاعك على درجة حرارة 200 تدخليها على الرف الوسطاني تنزلي درجة الحرارة لمية وتمانين وتسيبيها في الرف الوسطاني لغاية لما تعلى تقريبا هتاخد نص ساعة لخمسة او نص ساعة او كل واحد على حسب الفرن بتاعه انت هتتبعيها وبعد كده بتختبريها بخلة وزي ما انت شايفين ارضية الحلة زي الفرن نظيفة جداً بتختبريها بخلة من النص مش من الجناب يا جماعة لان الجناب بتستوي قبل النص بتختبريها بخلة من النص لو طلعت الخلة نظيفة تبتدي ان انت تخرجيها فوراً اه الخلة طلع فيها لاستعجين هتبتدي ان انت تسيبيها وتقفلي الباب بشويش جداً علشان ما يدخلهاش هوا وتهبط منك في الفرن اه اه انا هبتدي ان انا هويها شوية على اي حاجة عندك بقى انا عملتها اه على بتاع الشبكة بتاعة المايكروويف اه تهدى بس خمس دقايق انا مش هسيبها لما تبرد خالص وبعد كده هقطحها معاك وعايز اقولكو تراوتها فضيعة فضيعة لما بردت باقي الطرية تراوى مش طبيعية جربوا الطريقة دي مش هتغيروها ابداً 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 في اي طرطة او اي كيك انت بتعملي ايه اه يكون زبنش اه طبعاً انا بعرف اساوي ايه دي فبعرف ان انا قطع اه قطع متساوية انت لو مش تعرفي تعملي الحركة دي ممكن تقيسي بالمسطرة الطول بتاع الكيكاية قد ايه وتعلمي بعلامات من كل جنب مثلاً لو هتعملي كل جنب سنتي وتعلمي بعلامة من كل جنب وتقطعيها كده ايه بفتلة اه بس انا بصراحة يعني بستسهل الطريقة بتاعة القطع اللي هي على طول بالمنشار السكينة المنشار دي اه بتبقى سهلة معي يعني لو صعبة معاك دي انا قلتلك الطريقة البديلة ليها الفتلة سهلة جداً ان انت تقطعيها كده بالفتلة من الناحيتين تعمليها اكس تهتروح مقطعها معاك على طول ما شاء الله الترطاية بتاعتي عملت معايا اربع اه طبقات اربع طبقات يا جماعة يعني كل طبقة سنتي اه ما شاء الله كيكاية كت عالية جداً 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 اه انا قلتلكم ازاي تعرفوا ان هي استوت وقلتلكم على كل التكات بتاعتها اه لو استفدتي بقى من الفيديو النهارده ايه وعي تنسي تحطي لايك وتحطي لايك وتشتركي في القناة واتفعلي الجرس بقى علشان يوصل لك كل حاجة جديدة من عندنا ويه اه طبعاً لو عجبك الفيديو شايريه اه بصوا بقى التروع انا مش قادرة ادوس اكتر من كده لان هي طرية جداً يعني طرية جداً من جوه شايفين مفراغة ازاي الفراغات عاملة ازاي هشة وطرية وعالية وكل الصفات الحلوة فيها وكمان انتو شفتوا الارضية بتاعتها ولا ملسوعة ولا محروقة اه استوى بتاعها مظبوط جداً اتمنى ان انتو تجربوها بالطريقة دي لانكو يعني هت هتستغنوا خالص عن دي لزبونش الجاهز اللي هو بقى غالي جداً دلوقتي وهتعملوها على طول في البيت اه اخر حاجة اقولها لكم زي ما اتفقنا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة تقول لي ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة وبالفة هنا وشفها يا حبيبي واخر حاجة والهالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته